بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله سوف ندرس مقرر الديناميكا الحرارية وهذا المقرر هو مقرر يدرس في المستوى الرابع لطلاب الهندسة الميكانيكية مقرر هذا يفتح جميع المقررات المختصة في هندسة الميكانيكية في القوى الميكانيكية تحديدا وسوف نكون معاكم إن شاء الله أنا الدكتور جمال محمد بشير المديولي بداية رح ندرس الشابتر 1 وهو تعريفات الديناميكا الحرارية أول ما نبدأ تعريف الديناميكا الحرارية أو بداية قبل ما نبدأ هذا التعريف نبدأ بتعريف النظام أو International System of Units أو النظام العالمي للوحدات هذا النظام العالمي للوحدات عادة يكتب SI Units وبداية الحرفين S and I يأتوا من كلمة System International Unity وهذه الكلمات هي كلمات مشتقة من اللغة الفرنسية هذا النظام يتكون من سبعة وحدات أساسية اللي هما يعبر عنهم Base Units وهم المتر Second، المال، أمبير، كيلفن، كونديلا، and كيلوغرام وهذا النظام أيضا يتكون من Derivate Units وهم وحدات مشتقة، مثل هذا متر مربع، الساعة، متر مكعب، مليمتر، وإلى غير ذلك من الوحدات الوحدات السبعة اللي ذكرناهم آنفا، اللي هما متر فالمتر بالطبع يعبر عن القوة الكيلوغرام عن الكتلة السكند عن الوقت الأمبير عن Electric Current كيلفن عن دارست الحرارة مول عن Amount of Substance أو كمية الكتلة وكونديلا على Luminous Intensity إن شاء الله في مقرر الديناميك الحرارية سوف نهتم أو نستعمل سبعة وحدات أساسية اللي هما المتر كيلفن، سكند، كيلفن، أند مول علم الديناميك الحرارية بدأ في بداية القرن التاسع حشر وبدأ تحديدا عند اكتشاف المحركات البخارية هذا العلم هو Branch of Natural Science ويهتم بالهيت أو ما يعبر عنه الطاقة الحرارية ويرمز إليه عادة حرف Q وتحولها إلى شغل ويعبر عنه باللغة الإنجليزية Work ويكتب عادة باستعمال حرف W هذا العلم يهتم بمتغيرات Microscopic أو محسوسة مثل درست الحرارة الكتلة الوزن هذا العلم أيضا فيه أربعة قوانين أساسية اللي هما Zero Low, First Low, Second Low, and Third Low of Thermodynamics إن شاء الله هذا المقرر رح يفتح مجالات عديدة مثل مقرر Thermodynamics 2 في المستوى الخامس أو خاصة في المستويات الأخيرة المستوى العاشر مثل التبريد والتكييف، انتقال الحرارة في المستوى الثامن compassion أو الاحتراق إلى غير ذلك هنا في رسمة كده فقط للتفسير أو التعريف ما رح يدرس إن شاء الله في المستويات العاشرة واستعمال هذا الكوندنسر أو البويلر أو ستيم أو أنجن سيلاندر إلى غير ذلك من هذه الكلمات فقط هنا نبغى نسألكم سؤال وهو القوانين الأربعة للديناميك الحرارية اللي قلتم الحين هل من من ممكن أنكم تبحثوا عليها عن نت إما باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية وتحاولوا يعني تعطوني لمحة علىها الحس القادمة إن شاء الله شكرا